انطلقت أمس فعاليات البطولة العربية الخامسة عشرة للروبوت والتي تقام لمدة يومين في العاصمة عمان بتنظيم من الجمعية العربية للروبوت ومقرها العاصمة عمان شهدت البطولة مشاركة أكثر من أربعمائة لاعب ولاعب من الأردن وعدة دول عربية برعاية من وزارة التربية والتعليم واجتملت البطولة على مصابقة جمع الكرة ومصابقة تتبع الخط ومصابقة السومو ومصابقة الابتكار الآن بعد خمسة عشر سنة من التطوير والتدريب والتأهيل والتوسع تعود إلنا في الأردن لتنظيم هذه البطولة بمشاركة أكبر ومشاريع نوعية مميزة طلاب محترفين مدربين محترفون المنافس اليوم أربعمائة طالب أكثر من 92 فريق فهذا كلياته يعتبر تطور كبير في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي على مستوى مسابقات الطلاب المدارس والجامعات أتت مشاركتنا في هذا المحفل العلمي بجهاز روبوت للتدخل السريع في الحرائق بحيث أنه هدفنا من هذا أو هدف الفريق اللي عمل على هذا المشروع هو الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات احنا شاركنا بالمصابقة العربية للروبوت في مساق السومو روبوت وبالمصابقة الماضية للوطنية حصلنا على المركز الثاني والآن مننافس على مستوى الوطن العربي بمصابقة السومو روبوت مصابقة السومو روبوت باختصار هي عبارة عن مصابقة النافسية كل فريق يشغل على روبوت بمواصفات وشروط معينة بتضاحة الهيئة المنظمة للمصابقة ومن اسمها سومو نفس المبدأ السومو اللي هي الرياضة روبوتين بيواجهوا بعض اللي بيطلع الثاني هو البفوز مشروعي هو منذر بكاء الطفل للأم الصماء مثل ما يعرف أن الأمهات الصماء تواجه مشاكل ومصاعب منتعتين بأطفالها ممكن أن يبتونها وتكون بعيدة عليهم حتى إذا كانت مصماء فهذا الشي رح يأثر على الطفل وحياة الشخصية أيضا لأنه ما يكون أحلى من حنان الأم لما نبتش أو لما الخافية تكون جبنة وتسمعنا فأنا حاولت أحلى هذه المشكلة عن طريق جهازي اللي هو متكون من قطعتين المرسل والمستقبل جهاز المرسل رح يكون عند الطفل ويتحسس الصوت للطفل إذا كان أعلى من 600 اللي هي ترددات صوت بكاء الطفل رح يرسل إشارة راديوية للجهاز الثاني اللي رح يكون سوار بإيد الأم ويستقبلها الجهاز ويحولها إلى هزة قوية وضواء قوي تينبه الأم أن الطفل دايبت ليبيا شاركت في أكثر من جانب شاركت في الابتكار الصناعة بفريقين فريق نادي روكسة الخاص بالرعاية الصحية والنادي الثاني اللي هو خاص بتنمية المستدامة والتشجير عن طريق اللي هو عنكبوت السبايدر كذلك شاركت في جوانب أخرى في جوانب السوم وكذلك التحدي وتتبع الخط في الألعاب الأخرى سأنتوقف عند أبرز أهداف هذه البطولة مشاهدين مع مدير البطولة العربية الخمسة عشرة للروبوت الدكتور أسامة الأسمر ألم بك معنا دكتور أسامة لا شك أهداف كثيرة لهذه البطولة ودورة رابعة استمرارا لثلاث دورات سابقة نتوقف عند أبرز مفاصل أهداف هذه البطولة أولا شكرا للاستضافة وشكرا على السرطة الإعلامية يعطيكم العافية جميعا نعتز بقناة المملكة ودورها في النشر الوعي والثقافة وخاصة في هذا المجال صراحة حقيقة أنه المجال مضروم إعلاميا نوعا ما هذه البطولة هي النسخة الرابعة في الأردن سبق أن نضمنا ثلاث نسخ سابقة من أجمل البطولات وكما جرت العادة فتعرف نحن بالأردن الحمد لله أنا أمتاز بالحسن التنظيم والخبرة والحمد لله الأمور طيبة لحد الآن نتمنى النجاح والتوفيق لكل الفرق أهداف البطولة هذه تلخص أهداف عديدة الطالب هو استثمار بالعقول الصغيرة والمواهب الطالب يبرمج يصمم يخترع يبتكر يفكر يتعرض إلى مشاكل عديدة يحاول تتعلم حل المشكلات حل المشكلات بطريقة إبداعية هناك العديد من المهارات القيادة في تحمل في صدر في عدة قيادة حتى هذه المراحل اللي مر فيها الطالب جميحها يعني كلها نواحي تعكس شخصية الطالب وتنمي شخصية الطالب ذلك استعرضت ورح تشوفه بالتقارير يعني مقابل مع أي طفل يتعامل في هذا المجال تلاحظ شخصيته مختلفة تماما أقرام طيب دكتور هذه الشخصيات تحديدا وهذه المواهب والإبداعات الموجودة عند طلبتنا إلى أي مدى مثل هذه المسابقات وقد تكون هذه المسابقات ليست كافية فقط إذا بدنا ننمي مثل هذه المواهب وهذه القدرات الموجودة عند طلابنا اليوم نعم مزيدا من البطولات والمسابقات والمشركات الخارجية مزيدا من الاحتكاك هذه كلها تعمل طبعا والمنافسة تؤدي إلى الغرض وبالعكس تنمي جوان بعديدة وتشبك مع جهات كثيرة هذه الجهات فعلا هذا أمر ملفت في البطولة بمشاركة عدد من الدول ولربما دول تواجه صراعات اليوم من أبرزها اليمن أبرزها ليبيا المشاركة والحاضرة ببيعدات كبيرة إلى أي مدى تعمل مثل هذه الفعاليات التي تنظمونها على تبادل الخبرات بين الطلبة والاستفادة من أقرانهم تحديدا أشكرك سؤال جميل الموضوع هو بالفعل هو تبادل الخبرات تبادل الثقافات تبادل الأفكار تشاركية إلى حد ما هناك مسارات مختلفة للعمل كل طريقة كل بلد أو كل دولة تتبع إلى فلسفة معينة أو إمكانيات معينة الإمكانيات متفاوتة ومختلفة بين الدول نحن نرى في يمن في ليبيا في العراق موجودة في قطر في الكويت في الإمارات هناك فارق بالإمكانيات للعمل حتى في الأردن نحن لدينا مدارس حكومية ومدارس خاصة لدينا مراكز خاصة ومعنا مراكز بالمحافظات حتى داخل الأردن هناك تفاوت ثقافات تلعب دور البيعات تلعب دور الإمكانيات تلعب دور وكلها في المالية صعبة جدا كيف يستفيد من هذا التفاوت دكتور بالبطولات هذه هذا أحد أهم هناك في تبادل كيف تستخدم وين جبتوا القطاع هذه نحن لدينا قطاع كذا في تشاركية صراحة في تعاون اللحمة في هذا المجال أضرب لك مثال فيه واحد القروب لكل المدربين المدرب راح منه قطاع أو طالب تلاقي كل الفندق أو كل اللي بالبطول يحب أنهم يساعدوا يجبوه للقطاع فيه أشياء مرات الموضوع مش بس أنه منافسة أنا بديفوز أول وكذا لا فيه تعاون مشترك فيه تبادل فيه منفعة متبادلة فيه علاقات مستمرة يعني باستمرار وفيه تعاون هذه كلها طرح من أهم الأهداف يعني أهداف سامية خاصة في مجال أنه طلاب ذولا يعني احنا بطولة 15 قيص قبل 15 سنة ذول الناس اللي كانوا في هذا المجال كانت إمكانية محدودة جدا وبسيطة الآن وصلوا صاروا مدربين فتح مراكز الآن فيه خبرات عنا حتى بالأردن بره دكتور بشكل صريح وخلنا نحكي بصراحة اليوم أين نتواجد في مثل هذه الحقول تحديدا نحكي عن الأردن يعني لا شك أن تبرز مواهبنا أو نقاط ضعفنا تحديدا عندما تتشارك عدة دول في ذات المجال إحنا وين متواجد للأمانة يعني وبكل صراحة وشف فيها إحنا في صعوبات وفي تحديات رح أحكي عنها بس نعم مركزنا نحن مركزنا نحن نشوف نحن سبقوا أنه فيه فرق أردنية حققت بطولات عالمية صحيح حققت بطولات عالمية فيه مدربين حققوا وجابوا إنجازات عالمية موجود الكفاءات والعقول موجود أنا بقول لك المشكلة عندنا بس مشكلة إمكانيات وهذه تحد من الإنجازات الإمكانيات تحد من الإنجازات لأنه لكل فعلي لكن العقول موجودة للإختراعات والمشاريع والأعمال التي تشوفها يعني شيء صراحة يعني رائع جدا وفوق الخير وفوق التصور للأمانة لكن مثل ما قلت لك تحدية كثيرة نحتاج تحدية نعم ذكرت من حديثك دكتور العقول العقول أكثر من مرة نعم ومثل هذه البطولات لربما تبرز العقول تنمي المواهب الموجودة عند طلبنا وقدراتهم أيضا صحيح كيف نحافظ على عقول الطلبة الأردنيين تحديدا بعدم الهجرة مثلا والاستفادة مما لديهم لخدمة وطنهم أحسنت عزيزي باقتصار شيء استثمار العقول شيء جيد تلبية ما يدور داخل العقول وداخل الطموحات هاي الموجودة يجب تلبيتها نحن بحاجة إلى فعلا مؤسسات نقول رأي الجمعية العربية مقرة بالأردن والمراكز لا تكفي لا تكفي لهذه العقول أو الاستثمار هذه العقول تحديدا يجب أن تكون هناك فلسفة ورؤية واضحة تبنى على من أعلى المستويات للأمانة وزارة تربية التعليم في هذا المجال غير مقصرة وزارة التعليم العالي غير مقصرة وتعمل على هذا الوضوع لكن هو فيه شيء بسيط جدا هذا العلم سواء الروبوتوات أو الذكاء الصناعي يسير بتسارع هائل جدا صح بدون مواكبة وكبير وكل يوم فيه شيء جديد إذا لم تكن المؤسسات هذه قادرة على هنا المشكلة يجب أن تكون لازم الجهات تضلها مواكبة حتى الطلب يضلهم في صورة أي تحديث شكرا جزيلا نشوف الميدان سابق الإجراءات شكرا جزيلا لك دكتور أسامة الأسمر وأنت المدير للبطولة العربية 15 تالي شكرا جزيلا شكرا يعطيك العافية